أهلا وسلم بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة برنامجكم حج عراق تقدرون نشوف كل حلقاتنا على المواقع التي تطلع دائما في أسفل الشاشة على السوشال ميديا، الإنستجرام والفيسبوك واليوتيوب وأيضا تقدرون تواصلون بينا ونشوفون كل مقاطعنا وحلقاتنا على الموقع الخاص www.sotalmustakbel.com نحن عندنا أكثر من أزمة في هذه الفترة ممكن واحد يتطرق لها هي أزمة الانقطاع المستمت في التار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الأصابة في كوفيد-19 بالنسبة للدول الأخرى اللي بدأت تشهد أنه انخفاض واضح بعد الأصابات وحتى الوفيات ولكن المصائب ممكن ما تجي واحدة وراء واحدة تجي بكلها دفعة واحدة وعدنا أيضا أخبار موكدة تقول أنه داعش بدأ في عادة تنظيم نفسه وأكو قائد جديد لخلايا داعش وهذا يعني موضوع أيضا مربك ومخوف جدا للناس نتكلم أكثر بهذا الموضوع يعني بالستوديو المحل للخبير استراتيجي الأستاذ علي صد الله حياكم الله أستاذ مصطفى أستاذ يعني إذا نسمع أكو قائد جديد وهو مرتكب أحد الجرائم الوحشية للأخوة الأزيدين برأيك شو عالت تعامل القوات الأمنية ويهيج أخبار؟ تحياتي لحضرتك ولفريق العمل يعني من الصعوب حقيقة أن نتوقع أن يكون داعش بالمستوى الذي كان عليه سابقا نحن نعرف كمختصين أنه دائما من الجيوش الغير نظامية المجامع الإرهابية تعول على دعم القاعدة الشعبية دعم القاعدة الشعبية برأيه خسر داعش من خلال إجراءات التعسفية عندما استمكن من أكثر من محافظة عراقية بالإضافة إلى جانب آخر القوات العراقية الآن تمتلك إمكانيات كبيرة جدا وخبرات متصاعدة لكن يبدو أن هناك دفع حقيقة من جهات خارجية لإقناع الرأي العام على أن القوات العراقية القوات المسلحة القوات الأمنية غير قادرة على مسكن الملف الأمني بعض العمليات التي تكون هنا وهناك هذه لا تشكل حقيقة تهديد للأمن الاستراتيجي العراقي نعم إنها عمليات قد تشكل خسائر بالنسبة لمستوى القيادات الأمنية وبعض المناطق الآمنة المدنية لكن بالمقابل القوات الأمنية أعتقد متمكنة لكن نحتاج إلى إجراءات استباقية إلى ضربات كثيرة وإجراءات استخبارية مكثفة حتى نستطيع أن نشل من حركة داعش سواء داخل المدن أو في أطراف العراق برأيك هل البيئة هي ممكن تكون حاضنة وجاهزة لاحتضاني جماعات مطرفة؟ وهذا الجانب الذي يدهم أكد على الأهمية أستاذ مصطفى موضوع الحواظن هو شيء مهم جداً لمناورة للمجاميع الإرهابية باحتبار أن هذا الحواظن توفر جهد استخباري توفر مكان آمل لتنفيذ العمليات والانسحاب عند إكمال العملية من قبل المجاميع الإرهابية هذا الموضوع من الصعب جداً قد تكون بعض الحواظن الآن موجودة لكن بالمجمل أن تكون كل المحافظة أو كل المنطقة أصبح من الصعب جداً باحتبار أنه ترك ويلات كبيرة جداً وكثيرة المجامع إرهابية خصوصاً عندما وصلت مرحلة الصدام مع القوات العراقية وحول هذه المجاميع المدنية إلى دروع بشرية لذلك ذاكرة العراقيين في هذه المحافظة تتذكر لكن المعاب أنه لازالت بعض الحواظن السياسية تهيأ أرض خصبة لعودة المجاميع الإرهابية للضغط على الحكومة العراقية زين يعني المواطن العراقي وعى وهو بدأ يفتهم أنه موسهل ينضحك عنه مرة أخرى مثل ما نقول بلغتنا يعني عرف الدرس كل زين القوات الأمنية ليش بدأ نحس أكو رسالة موجهة واضحة ودولية حتى أنه هذه القوات الأمنية غير قادرة على حمالة المواطن العراقي وعلى حمالة العراق وسيادته تكلمنا على طبعاً بمناسبة هي انعكاسات أيضاً قد يكون فاتني انعكاسات الخلافات السياسية دائماً يبين على المجال الأمني وهذه حالة سلبية والآن أعتقد أن تصاعد في موضوع الخلافات التهيئة والسماح للقوات التركية وبموافقة وأكد بموافقة الحكومة العراقية دخول القوات التركية لشمال العراق الرسالة الثانية تصاعد الهجمات الإرهابية الرسالة الثالثة عمليات الاغتيال والخطف اللي حصلت العملية الرابعة عدم السيطرة على ساحات التظاهر وسقوط بعض الشهداء داخل هذه الساحات كل هذه الرسائل يراد منها إقناع الرأي العام أنه العراق غير قادر على مسك الملف الأمني ما هو الحلول برأيك؟ الحلول المفترضة بالحكومة العراقية الآن أنا برأيي نعقد اتفاقية مع الجانب الأمريكي بشرط أنه نفعل الجنبة الاقتصادية الجنبة الثقافية الجنبة الاجتماعية الجنبة السياسية التبادل التجاري لكن أن نحجم وجود القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في العراق باعتبار أنه العراق وقع حقيقة في منتصف الصراع الإيراني الأمريكي الجانب الإيراني يضغط من خلال حلفاء سياسيين إلى في العملية السياسية العراقية وكذلك الجانب الأمريكي يضغط من خلال حلفاء إلى في العملية السياسية لذلك القرار السياسي في العراق منقسم باتجاه مصالح حزبية وخارجية دون أن تراع المصالح المشتركة الوطنية لذلك أنا برأيه الآن نحتاج إلى أن نفهم الجانب الأمريكي ليس من المشكلة لوجود الأمريكان لكن على مستوى وجود الشركات الأمريكية لإعادة أعمال العراق تفعيل الجانب الاقتصادي التجاري وجود مهم ممكن نطلع بيش قرار برأيك؟ الطبقة السياسية الموجودة هي والذي ستشارك بانتخابات المقبلة ممكن نطلع بيش قرار؟ هذا قرار عراقي موحد وليس سهل نصل وشن المانح هو بالموضوع؟ إذا كان فعلاً أكو إرادة سياسية تنظر مستقبلاً بهموم الشعب العراقي الشعب العراقي يحتضر يعني مشكلة الآن مشكلة الكهرباء بالإضافة إلى مشكلة الكورونا مشكلة الاقتصادية كل هذه المشاكل تقريباً تراجع الملف الأمني كل هذه ملفات أنا أعتقد تنعك السلباً على حياة المواطن العراقي كل هذه الأمور مرهونة بحكمة وإرادة الطبقة السياسية فإذا ما توفرت الحكمة والإرادة أنا أعتقد راح نخرج بحلول باعتبار أغلبية الأزمات مصطنعة أؤكد على هذا الموضوع مصطنعة من أجل الضغط على الرأي العام وعلى الحكومة العراقية كنت سكت في الخلافات السياسية هي اللي تغير يعني الملف الأمني كله يعني يعني أنت برأيك وبصراحة هل الطبقة السياسية قادرة على أنه تطلع عندنا قرار عراقي موحد في قضية الملف الأمريكي؟ على الأداء الحالي والسابق من الصعب جدا لكن هل بالإمكان أنا أعتقد وليس مستحيل نعم صعب جدا باعتبار وأكرر الطبقة السياسية في العراق منقسمة باتجاه الخارج دون أن تراعي المصلحة الوطنية لكن بالمقابل وصلنا إلى مرحلة انفجار الشارع العراقي وهذا الموضوع سوف يعصف في الطبقة السياسية ومن يقف فراءها باعتبار العراقي لا يوجد شيء بعد يخسره لذلك من الحكمة الآن والتروي الانسحاب والعودة إلى الخلف ومراجعة ما يحتاجها المواطن العراقي من خلال أكرر حكمة وعقلنا للقرار السياسي وداعش برايك ما يشكل خطورة؟ إلى إمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القوات العراقية من الصعب جدا أن يشكل داعش خطورة على الأمن الستراتيجي العراق المحادي السياسي والستراتيجي استدعريفا الله شكر حضورك ونعوركم مشكورين على هذه الدعوة سيد مصطفى أعزائينا مشاهدين قضية داعش يعني أعتقد هو موضوع جاوزناه ودفعنا ثمنة يعني كعراقيين كنا واحدة مناطق المحررة فمن الصعب ممكن جدا أن تكون هي أيضا حواظا جديدة لخلايا داعش الإرهابي واليوم هو يعني المواطن هو جهد كل شيء مهم في هذه الفترة حد لان أكو خلايا نائمة ونشوف آخرها ممكن في طارمية والحالة اللي صار في الطارمية دور المواطن وجهد الاستخباراتي هو جدا مهم للتخلص تماما من هذه الخلايا الإرهابية وصلتوا لكم بنات حلقتنا هذا اليوم وانتظروني بالحلقات القادمة تيمون الله